باسم يوسف thank you very much for coming in باسم يوسف باسم يوسف أهلا وسهلا فيك في بودكاست سردي بعود الأيام بعود الأيام أكيد ده شوره سيكون غير يعني بهذا البودكاست احنا هنا أنا مع أصحابي ممنس ألا بيو كندام حماس كندام حماس تكي أسلوب كده في الميديا بره يخش لك في المونولوك طويل والمونولوك ده هو ديزاين من غين الفيزيك كل وحاجة فينا what I've never said that ده انت بقى لك خمسين سنة بتشتكي انه محدش بيكلم على القضية ان الغرب ما بيكلمش على القضية ده لك الفرصة الغاية عندك تقولك لا أصوأ في يوزو تحديث اللي هي الحلقة التانية كنت بكلم مع 12 مني قدم في 12 مكان مختلف في ألمانيا وفي أمريكا وصلت الناس جهو كنسة عرب كنت محتاج أفهم الصراع من وجهة ناسة تانية ما تعملتش أبو أنا سيبت عالم العربي عشان أجي دولة الديموقراطية في العالم عشان ألاقي ناس في التحكم من تلك أبيض أنا خسست حاجات في أدوار تعرض علي خسرتها كلام من ده وبتاعك في هوليوود عندك الشعبية معين عندك جمهور معين إذا ما بيمش الحال بهوليوود قومة جامدة جدا من الربايز بيقولهم أنها ماينفعش بيبقى في دولة إسرائيل ضايت لما يجي مسيح الساكل اللي إذا قال لك لا تبصه إحنا بسعيح ماينفعش لكن إحنا ويكان فورس فإحنا حنقوم جايبين إسرائيل والمسيح يجي المنافقين دول بقى لهم سنين يتضيعوا على التطرف العربي هو بسبب آيسيس نسكرة المسلمين صح؟ بسبب نسكرة اليهود شوه الكولتشور الامباكت اللي صار بعد 7 أكتوبر دي أن اي تس ممنوع بإسرائيل لهم خطفوا العيال اليمنين اليهود عايزين تو انجيكت سيميت بلوت في البيباليش تابعوني في سردي ولاو دينر ولكم تسردي أنا معين جابر وأنا مدي عزوري بعرف كنا غيبين لمدة شهر لسبب بسيط أنا صار عندي نيمونيا وإذا بحكي كان أكتر من ديئة أو ديئتين كأنه عم بركض ميراتون سو كنت لازم ارتاح فإذا شفتوا أنه ما كان عنا حلقات لفترة طويلة هيدا هو السبب وكمي في سبب تاني أنا كنت عاملة برناوت سو كنت كتير تعبيني ما بيبين بركي تحت الميكوب سو قررنا ناخد بريك لأنه ما كنا قادرين نكمل للأسف الظروف لحقوا بعضهم بس قررنا نرجع نرجع مع The Middle Beast himself باسم يوسف هيدا مش أول مرة نحن مستضيفة لباسم هيتين مرة هيتين مرة بس مع كل شي اللي صار أكيد الأخبار كانت جديدة وكتير كتير ستمت عنا بالحلقة رح نبصتوا فيها أنتو كمان بس قبل كل شي أكيد ما تنسوا ما تنسوا الpatrons تابعوننا بلا الpatrons ما في سردة أنتو بتأمنوا استيلاليتنا أو الpatrons if you don't mind مليا شكرا لنا حميية شكرا عمر مغربل شكرا نمر نبوح سليم بطلوني شكرا لك شكرا لك شكرا لك سيمون بلوغوفا ما تغزونا إذا برك ما ويت سيح محل اله أو لا محل اله شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك على كل منصات الصوتية عم لحكيانا spotify انغامي google podcast deezer وين ما بتجيبوا البودكاست تابعكم وأكيد على youtube.com slash sardin after the dinner هي لسبسكيبشن يعني خطوة بسيطة لألكون بس بتعنينا نحن كتير بتخلينا نحن نستمر بعدين بيكبر user base ونجيب ديوف بعد أكبر والخير لقديم enjoy the sardin enjoy the sardin جميع ويسوث أهلا 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 يا أولاد والله العظيم بوعود الأيام بوعود الأيام بوعود الأيام وحشني والله وكاننا موجودين مبارح 3-2 1-2 بس انتو شفتوا باعيكون بال 1-billion بس أكيد ما كان فينا قرب على باس من أول ما خلص البيتش تبعك بعد نطبت عليك so you know I cut my distance اه بقى والنسبة عمالت تضمي علي بقى الاندر والباس كنا عمالت لك أنا مديا قبل ما كنا نحضر لحالة قلنا لحالنا أنه دي حلوة أنت مثلا تجي هلأ معنا وممنسألك مثلا انه ما منقلك ما منتهمك أنه أنت ما منقول مثلا ايه هلأ الفلسطينيين العرب خليني يروحوا على أردن على لبنان على مصر أكيد الاشتراك رح يكون غير يعني بهذا البودكاست احنا أنا مع صحابي يعني أنا قبلتك برد البودكاست أكثر ما قبلتك في البودكاست احنا كم مره في طرح هذا النمع بعض صحح وكم مره بتاع يعني أنت وباباك يعني علي احنا في بيت اهلي يعني وصحابي حالو سرد احنا سرد مانا ما تعشتش النهاردة لا عم تتطلع في انا مش فاهم يعني تجاين لي هنا فين الاكل يا أولاد يعني حتى سرد شوفوا الجماعة المرش سرد مش كده فين يا جماعة الله العظيم بجاد انتم مفروض تبقوا تتقبض عليكم سرد فين الدينر رح نشير الدينر خلاص رح نسميها انا محتاج اتعزم عليك سرد يا بصي الديني الدوني الدوني حق ناشف عالفة عني حق ناشف شوانا الدوني حق ناشف المدام اللي معنا من العالم العربي المدام اللي مفكرة حالة عربية بس ما أنا عربية الدوني حق ناشف فهم الاكسبرشن ده فسرة الدوني حق ناشف يعني الدوني حق كتكاش يعني خلت تبقى لك الدوني حق ناشف يعني ولا تعزمني ولا تبقى الدوني حق ناشف كله مصاري كيشلي كيشلي اه مصاري ديني مصاري مش حلوة لأينا شو ما أنا نعمل أنا بدي أسعلك سؤال سلي من الأول وعم بقوله لمعين لأنه نحنا هلا موجودين بنبعنا ومنعلي بعض كيف درت بكل هالمقبلات بكل هالحاكة التافة تمسكها لك ها لا وانا حاولك حاجة بقى ده بقى يعلمك الفرق ما بين ازاي نعرض بوجة نظامنا في الأعلام العربي والأعلام الغربي العربي مشاعر يعني أنا أكتر حاجة كانت تقول لي أكتر حاجة كانت تقللت لي فاشلت لنا خلقنا فاشلت لنا خلقنا مظبوط كانت مفوط تاخد بيرز مورجن قال مين ليه غلط بيرز مورجن مش هو العدو الناس اللي هي بتتحداك في الانتروفيو ده مش هو العدو ده بالعكس انت من مصلحتك انهم يسألك اسئلة مستفزة احنا متعودين ان احنا بنكلم بعض فاحنا بنكلم بنغني زي ولا كي بنغني على بعضنا وانا اغني وانعلني على بعض ومش عادل فيه وبتاعك مفيش مقاومة يعني يعرف انت لما تخش الجم انت زي تبني عضلات انت لو مشكت مسكت الكوباية دي وطلتت تعملها ألف مرة مش هتكبر لو مسكت شوكة مش هتكبر انت لازم تخش يبقى فيه لازم يبقى فيه تحدي للعضلة بتاع لازم لو انت النهار ده بتجري مية بقى تجري متين لو النهار ده بترفع عشر بقى ترفع عشرين ولا عضلاتك مش هتقوى فالبالعكس انا انت المفروض ان انت تنبسط كل ما يبقى الى اسئلة مستفزة اكتر لانه هو ده الفكر اللي هناك لو انت كسبت منقشة بقى سئلة مستفزة اقوى بكتير جدا من واحد الاثنين انتو تقرروا كلام بعض ايه بكون عم تحكم مع بعض ايه لابش كمال انا لن بخش مع الناس اللي هناك ده انا مش بك انا ده ستولي تفتكر بيز موكن غاير رأيه انا ما همينيش لأنا مش بكلم بيز موركن عم تحكير مع الجمهور بتاعه بيز موركن اغيره هو كون فكره على مدى سنين عشر عشر تلاتين هل انت متوقع انك هتغير رأي حد في ربع ساعة في نص لا فانت بتعمل ايه انت بتكلم للناس اللي في النص الناس اللي ما عندهاش فرص ناس هم هتتكلام ده قبل كده فعشان كده للأسف الناس بتحتفي من اللي بيزع واللي بيصوت واللي بيشتم واللي بيهين الاخضيف اللي قدامه مش هتكسب وكمان يعني بعتقد كلمة بيصير انا نحن نعرف بين إسرائيل والفلسطين هذا شيء منه جديد نحن كعرب كلوقت منتابع هؤلاء أمور فمنشوفهم وكل ما بيطلع من صوحة خبير من العالم العرب بيطلع على هؤلاء المنصات بيعملوا الديزعن للأسئلة لدرجة انه كتير مستفزة وبيطلع هيدا الخبير بيطلع بيبلش عم بيعيض عم بيخزق اتيابه وبيبين هيك بيتحده منه منيح انت اللي عملته هو انه اخده كل الاسئلة اللي هن انجينيرد بيستفزوا وقلبتهم على رأسهم لان دايما احنا مشكلة ان زي ما تقول احنا عارفين الصراع بس مش بس احنا دايما محطوصين ان احنا عارفين الصراع من وجهة نظام نحنا بس من ناحية نحنا بس بمعنى ايه تلاقي ناس كتير جدا لما يجي وسألوهم دايما احنا في موقف دفاعي مزبوط انا لما طلعت اقولت معلش يا جامعة ثانية وحنا مش اسرائيل ديت دولة سيكلر وعلمانية وديموكلا ده عندها عنصري مش عنصرية بس ضد العرب احنا عايز مش احنا كنا منكبر نقول العرب اللي جوه الاسرائيل عندهم حقوق زي حقوق الاسرائيلين لا كل شوية يقول لك اه عندهم نفس حقوق نقول لا بالعكس انت لو دخلت بقى جوه المجتمع دي الصورة الاسرائيل اللي صدرت عنك ان هم عقاموا اللي هو الستات الاسرائيليات الاسيوبيات او خطفوا اطفال اليهود اليمنيين فالفكرة طول ما هو دايما زنقك فلسطين والمقاومة وحماس والناس واللي اذهب وكلام من ده انت ما بيدلكش فرصة تتكلم على الطرف الاخر عشان تبقى المناقشة كلها اللقاء اللهم على جانب واحد والاسرائيل دي مش موجودة في الكونورسيشن لكن الفكرة كلها انت لما اتضبع وانا على فكرة انا كنت انا جلتي انا كنت برضو مزنب بهذا لانا ما كانش عندي فكرة ما كانش عندي فكرة بعد حوار بيزمورجن الاولاني اللي هو اللي كان سمع قوي تلاتين ديئة كانت اللي هو تلاتين و تلاتين ديئة وكانت اونلاين يعني انت ما كان عندك هيدا تحكي معه بشكل مباشر الموضوع سمع علشان انا كنت عملت افهات وكلامنا ضربت لكن انا ما كنتش هندفع اكمل الحوار بالطريقة دي فتاني مرة عملت ايه لازم تعملي انا بقول لك انا معلوماتي عن الصراع العربي الاسرائيلي زي معلومات عامة عند اي واحد عربي فلا قلت لا انا محتاج ان انا اسلح نفسي بالعالم فبتديت اكلم ناس عملت زي مش انا اللي عملت يعني اعملت انا اقل التحديد اللي هي الحلقة التانية اللي هي كنت كنت بكلم مع 12 بني ادم في 12 مكان مختلف في المانيا وفي امريكا وفي واشتون وفي نيويورك وفي هولندا وفي فرنسا وفي العالم العربي ووصلت الناس جهو كنسة عرب لان انا كنت محتاج افهم الصراع من وجه النازة تانية ما اتعملتش لان انا ما يدفعش اخش ادي افات واضرب وكلام من ده بتبلش من 1948 وبتكافل انا لازم نجيب لهم نلاحظها من ايام الحمارات الاسرائيلية نقولهم باليباسة جوا اسرائيل فابتديت ان انا ايه ايه هي الاساتير المؤسسة للاكاذيب السوريلي الاكاذيب المؤسسة للاساتير الاسرائيلية هتفيك حتى كتاب اسمه كذا اللي هو اسرائيل دولة علمانية لا تعالي اسرائيل دولة 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 وديموقراطية وفيها مساواة فعشان كلا لما كنت تبدل الامثلة انا الامثلة دي عملتها بانترفيوز مع الناس جاعدين ياما عشين جوا الضفة ياما عشين جوا الكنيسة ياما لانهم اهل في غزة فلما انا كنت تبدل لهم المعلومات دي فزي بولك سلحت نفسك بالعلم فبتديت انا دولة وقت انا احاول انا اسلح نفسي بالكلام ده لان لما حد يجي يقول لي سؤال اهم انا اقلب عليه لان انت دولة وقت لازم تبقى انت تفهم الموضوع وعمل ازاي فعشان كده الناس دي دولوقتي بتساعدني انا طول الوقت بعمل معهم كل سبعين ثلاثة باكتمع معهم الاخبار الابديت طب عايزين نتكلم عن الموضوع ده انا عندي انترفيو عايزين نتكلم عايزين نحضر عايزين نحضر فلازم تبقى انت ناما متحضر لان انت مش عايز تبقى انت تتفاجئ او تبقى زي ما بس كيف صار الحديث يعني انا حبيت كيف قالك اوكي هذا ليس لنا فهذا الشي ما بيكافي خلينا نقعد face to face وبعتد انت رحت لعنده او سريعفون هو رح لعندك عالقوميدي ستور وقعدته وكان في قصة الزيت زيتون يعني انت فرجت من الاول انه زيت زيتون حجرة الزيتون بتضين لفوق ستمية سنة بتروح من جيل لجيل يعني انت اول شي فرطت هذه السردية انه زيت زيتون وكفت بهذا الحديث وانا لقيته كتير حلو لانه كان البروتوتيب للحديث اللي انت رح يكون عندك ما حيال لوحد بركي منه هلقدم ولم بالقضية الفلسطينية او عنده الالتاكين بونت للسماعون من زمين لأكتر برو إزرايلي يعني هبابوس انا كنت عندي انت عشان تحضل اي حاجة وخصوصا في المسرح وخصوصا فانا المثالة كنت جاهز كان عندي معلومات انا بقى كنت عايز اعرف كنت فضلت لغاية قبل الحوار التاني ادور احاول الاقي التون فين التون بتاعي فين الديليفري بتاعي هلو هيبقى بتاع الاولاني اللي هو وده وانا كنت داخل في الماغي لغاية 36 ساعة قبل واللي هو في الماغي هتدرجت ان الانتربيو التاني انا دي اول مرة اقولها على فكرة انتربيو التاني كان هالوين فانا كنت مفكر ان انا احتضل بتاعي wearing the custom of homelander ها انا كنت وكلمت الاجين بتاعي واجبت ال custom فعلا كنت ال custom متاع homelander وكنت خلاص بقى وقلت حلو بس ايه انا فكرت وقلت this is gonna be sensational ايه بس تاني حاجة لما تخش الدخل دي من الاول انت already انت بتحطه في موقف مستفزه اه انت already بتستفزه فانا جيت سبحان الله كده 36 ساعة او 14 ساعة قبل انا قلت انا ده انا حصاحبه ام بس حيته صاف وقلت انا عايز زيتون وعايز زعتر وانا جيت وصاحبته في الاول وكلمته وخدته على راحته خالص هنا انت زي بتقولك بالانجليزي ايه بتشل لأسلحته لك حتى شفت انت التون بتاعي في تاني كنت هادي يخش يقاطعني ما قطعهوش يخش يتكلمني قعد ورا استنان لان انت بني قدمين اي بني قدم عايز يتسمع كويس وحي الشرير طيب عايز يتسمع فانت جربها كده انا عايز حتى الناس اللي بتتفرج علينا اتكرب اللي كتير كده خش في اخناق او ملاقشة مع اي حد سيبه يتكلم انا بقول لك زار اللي يا حامل فانا بقول لك كوبادي زار اللي هي يا زار اقول لي خبرني خلص خليني بنا اقول لك بينفس انت داخل هو داخل مسدس في ست سبع طلاط خليه ربه خليه ربه طلاط وانس ان انت طلعت اللي في نفسك حتى نفسيا هو يديني سبيس لان اتكلم اجرب الكلام ده مش في انتروف اجرب الكلام ده على حياتك العادية اسمع له قدامك ادينيه المساحة بتاعته حتى لان الفكرة في اسلوب كده في الميديا برا لو انت طلع حتى بيزو بيعمله وكثير بيعمله يعمل لك يخش لك في المونولوغ طويل والمنولوغ ده هو ديزاين انهوين الفيزا اي طبعا كل وحاجة فيه عايز تخش فهو ايه تقوم انت قطع في الاولاني فقوم جايلك بالتاني فتبتدي بقى الموضوع تاخ تاخ وتلاقي فهو لما هو كان بيخل انت شفت الانترفيو انا كنت بعمل كده ايه ناطر بس مع الجاكات كنت سايبه يخلص اهو ما انا قيل الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه اوكي اي دونت كير ان انا رفيت الكلام ده فهي انا بقول لك ده تكنيك انا اتعلمت انا كل ده كان تحديد ده ده انا بقول لك انت ممكن يبقى عندك ممكن تبقى انت حافظ الانسيكلوبيدي بس لو انت ما عندكش ديليفري لو انت ما عندكش موض زي بظبط انت عندك احسن نكت في الدنيا تطلع على مصر هتتبقى ديليفري واحد وانا كنت في الانجليزي كنت في الاول كنت بكتب كويس بس الدليفتا ما كانتش حالة الانس ما كانتش فتاة حاجة ديالتي it's the same joke بس الدليفري بتاعت ممكن نفرق في ثانية بتشد على الكلمة بتشد على كلمة تنزل تعمل كلام من ده بتاع فهي دي ده 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 اسلوب تعامل مش بس في في الحياة والحال هو انه يعني بييرس مورجين بيستشيرك كل الوقت كلمة الامور معي يعني يعني هديك المرة جيبك كمان وقتها كانوا بيعملوا للسقاف المصرية وكليباترا السودة جاي من سبسهارين افريكا انت طلقوا الجماعة بيسؤلوا قالت شا طابعتنا جي طلعت كمان يعني فيها العلاقة المحترمة هو راجل شاف واحد بيكلم يجيب هو في الاخر صح هدي المصلحة وقفاكا ده مش عيب وهو يعني فاهمني وفي الاخر هو ده بيزنس بتاعه هو راجل عشان يبقى هو ناجح وكلام من ده بتاعه لازم هو يجيب الناس انت لو عندك بودكاست عايز تجيب ناس تجيب لك فيوز انت لو عايز عندك محل عايز الناس تجي وتشوفو اكتر فده طبيعي انا عادي يعني انا الموضوع ما عنديش فكرة الناس بيقول لك هسو بيعمل الكلام ده عشان الفيديوز حلو مصلحة يا سلام كل ما اكتب يعني الناس والله عظيم جاء تقول لك بيكلمش بيعمل الكلام ده عشان تستفيد انت بقى لك خمسين سنة بتشتكي ان محدش بتكلم على القضية ان الغرب ما بيكلمش على القضية جاء لك الفرصة الغاية عندك تقول لك لا اصوأ ايه واذا كلها سواء بين المقبلتين تلتة ومليون تلتة وثلاثين مليون حضروا وبسبب الكلام ده هوت انت لان الناس تاني يقول لك اه ده بيجيب فعشان كده هوت هتلاقي ان تطلع مع كريسيان امان بور تطلع مع كريس كومو الناس بتسمع فانت تلوقتي انت لازم تبينهم لهم ان الكلام في القضية في الجانب صح من التاريخ يجيب لهم بصلحة فاهمني هو انا ما عنديش يعني الناس بتركز اوه في حاجات مش المفروض انت في الاخر عايز تواصل صوتك انا مساعدة اروح يعني لبيت الشيطان نفس واكلم في الموضوع فاهمني لو حاجة لو حاجة اتواصل الناس وهيك صار انت يعني مع مع البي بي دي بودكاست بي فاليو تيم انت طلعت وزلما كان عم يهينك ما هيك انت عارف الناس كلها شاف طبعا كان قليل الادب وانا كنت انا بقى هادي وانا كنت مش عادة في ايه وبتاع لا انا كنت تحت تأسين المخدرات كنت مصطول انا كنت حاجة الكلام ده في كذا مرة بس اول مرة حكيها بالعربي مشانك انت هلقيت رايي اه كنت رايي خالص انا كنت انا ايه انا طلعت انا كان ازوار رهيب جدا اول يناير طلعت من طلعت من لوس انجلس لدبي علشان كنت بدي محاضرة او كلمة في الاراب ستعة عشر ساعة طلعت منه على بوستن علشان ادي اربع عروض انجليزي وعربي في بوستن قعدت يومين تمامين او ربعين ساعة طلعت من بوستن رجعت على دبي اربعة وعشرين ساعة علشان اعمل طلعت من دبي على ميامي علشان ادحى الويك اند علشان اعمل خمس عروض عربي وانجليزي ده الراح انا بقى عندي اصابة ديسكة قديمة ومن الشيل الشونت وبتحرك بالتغيرات والنوم ومش عافية ده اغري افش فكنت على ترامال بقى اللي هو ترامادول وبقى ومسل ريلاكسنت وبين كيلرز وانتي انفلاماتي كنت بقى طالع فبقى الاجينت بتاعي اللي باسم انت عندك بيبعتولي الجدول انت عندك كذا كان عندي تلاتة بودكاست في اليوم وفي اخره اللي هو ادم ده اللي هو بي بي دي وبعدي اطلع على العرض اللي هو اول عرض انا كنت في المنتهل انا كنت عايز اتكلم قلت انا انا مش قادر اقول فالمهم انا رايح بقى انا داخل انا لغاية دلوقتي ده كان تالت بودكاست في اليوم فانا كنت ساعتا مكنش عملت حاجة من ساعة الناس قالت علي انت قلت انا عم تستغل ايه عم تستغل فانا طلعت من اكتوبر ليناير ما تكلمتش ما طلعتش وكنت بارفو بتاعش انا مش عايز حد يزايد علي فالمهم فطلع على البي بي دي مش مراكز خالص على البودكاست اول عشر دقايق بيكلموني اه انت اه تستغل اه انا ماشي على اوتو بايلوت اه 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 كده الله عزيز وبعدين ابتدى ازاكل انا بصراحة انا كنت غلطت انا ما عملتش انا ما عارف من بي بي دي موامر بتفرجت علي ومعارف الاتجاهات بتاعته فاكتشفت ان انا في فخ يميني متطارق في مين فيت على صحة معركة انا لعيد نفسي خلت بالك في معقل فاشية في غدالك بودكاست يميني عنصو ابن كلب ولا زيزم مش فاهم اصلا الله تفاجئ فالمهم ايه ابتدوا يسألوني طب مش ترامب احسن ولا بايدن قلت ايه دي شو بد ايش وقت ايش انا اعايز اتكلم عشو بتاعي عايز ابيع تزاكرة يا رئيس اه باهم انا سأل تيكتز انا جاي اكل عيش انا جاي اكل عيش فهل مهم الراجل ادم ده ابتدى يتكلم قال لك عمرك تحب ان انت تعمل عرض في اسرائيل قلت ايه السؤال ده السؤال ده غريب قلت لا قال لي ليه قطولهم عشان انا مش قابلهم قطولهم عم تنكر لا انا مش قابلهم اصلا انا عشان اخش ناك هخش في السيكورتي بتاع المطارات والي انا بس مع بلاوي على اللي بيحصل في السيكورتي وانا مش عايز اهين نفسي مع الناس دي صح لقيته بقى قلب واللي بيحصل في غريس قلت الله 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 فيها جدا انا بقى بقول لك ظلمة انا بنام فهنا حتى انا بقول ان في اول عشان دي انا كنت الكلام عمالي كعب الفود انا مش هي ما بيان بيانت بس بيانت كتير ريء وراقي ومحترم انا مصطول ده سطلان انا كنت ده اداية باشا انا كنت واحد من المسافر انا كنت يعني فهمني زي كان واحد داخل اتنين جوب كده اللي هو اللي هو تلاتة جرام اندي كدخلوا جسمك انت عامل فهمني زي بس ما بيانا انو كنت رسانك فهو بترى الراجل يشتم يشتم وبترى يقولك يقولك انت detrimentally in dishonest интеллектuallt lazy عمالي فنحو دو دو فالقي فلقي فلقي انا بسح عالمي حاج للاييت ان انا مش حالف آگري في الهانت الشيخ الموضوع هو انت انا انت اتنين إسرائي انا اتحب لها كل موضوع جميع تشكرا عمال جميع تشكر فانت محسو محسو نحو طبعاً الإيجليزي بتاعي ساكن لانجوج و تاني حاجة انت هو عايزك تعمل كده عايزك انت تفكر فهو الكل ما يكلم فانا قلت أخليه خلص هو ما نقول له الفاكت ما أنا كاشت جاهلاً إلا ما غلبني تعفتي أنت كلام له ايه سالة يومين بريد دير لا لا جيسوين جيسوين يا رواني جيسوين 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 تري مالادي فالمهم فالفكرة انا انا اكتشافتي ان فعلا ده علمني اكتر ان انت فعلا تخش المناقشات دي ما تحطش الايجو قدامك هو عايزك تستفز الايجو ان انت تاخد الكلام على الكرامة انت في الحاجات دي انت مش مهم وكرامتك مش مهم انت جاي تدافع عن عضية تانية انت في ساعات انت مش مهم لما انت بتشيل نفسك من السنتر بتاع المناقشة وتشيل الايجو بتاعك من السنتر حتبق انت تقدر ان انت تعرض وجهة النظر اكتر لان انت مش داخل فيها بعصابيتك وبكرامتك وكلام الكلام ده هو فده بصح علمي كتير جدا بس هي دمانا هنا يعني بس يعني احنا بنعرف كمين في كتير اشخاص يعني انت طلعت اكيد على هول البودكاست ونفستن هول الجامعة وانسألت اسئلة شوية كمين مستفزة بس اكيد في كتير عالم تعرفها وانا ومديم نعرفها ان كنوا عايشين باوروبا ان كنوا عايشين فجأة بعد سبع اكتوبر لعالم عارفت ان رفقاتها في كتير من معنصريين رفقة يعني قريبة عليها مش انه درجة تانية او تالتة وصار في درجة شادنك في كتير عالم انا حالي حاجة لطيفة جدا انا واحد من من هواياتي طول عمري انا كنت برقص صلصة فتاني انا كنت برقص صلصة فتاني انا كنت برقص صلصة كنت بعملها من ورا امي 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 عارفت خربة بيتي يعني المهم ده انا بحكي الكلام ده انا بحكي الكلام ده في الساندب كوميدي العربي اوكي 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 على فكرة انا عشان بس ساندب كوميدي انجليزي يوم 4 و 20 مايو فابو ظابي انا عايز اتكلم على الموضوع ده لان فكرة الازمية فالمهم وبعدين 2007 اكتشفت الارجنتيني تانجو فانا عندي كمية كميونيتي كبيرة جدا في المانيا في برلين وفي نيويورك وفي واشنطن كان دي كانت حياتي الموحلة معينة الارجنتيني تانجو جزء كبير من حياتي جزء كبير جدا من الناس من الكميونيتي اللي عرفهم يهود روس اللي هما سابوه روسيا هاجرو ويهود وصحينة بقى فانا كنت الارجنتيني تانجو لغاية وقته رايب لما انا ببقى انا في مدينة فيها الناس فيها ارجنتيني كم اروح وارروس بطلت اروح لان انا لا انتم بتروا يجيبوا سيرتي في الجروبس تاعت التانجو فعلى كلامك الناس كنيت جدا عارفيني انا شخصية وشافيني بتعاطف ومن الكميونيتي وكل هيدا الشيء دارة طلعصة هاينا فالناس كلها تولي ما بجيش تانجو لي قلت تيتحرق شو عم ترقص هلا؟ انا؟ لا بقى ترقص على السلم صعبة صعبة كتير نحن هلأ نحن عنا بالمنطقة ما كثير ملنا فيلتر اذا بدك على الناس لانو تلتر بيها الناس ملنا اكسبوز لهول العالم اللي بيحكوا بها الطريقة يعني بس انه انت قاعد بامريكا وانت صرت امريكاني فالحياة اليومية معك كيف؟ لا الحياة اليومية بالعكس في ناس كثير جدا يعني من الحياة اليومية في ناس كثير جدا بتيك سلم علي انا مفيش مع عنديش حد ولا واحد جي كلمني كلمة وحشة لكل حاجاي فاهمني ازاي اه يعني انا خسست حاجات وكلام من دا يعني في ادوار تعرض علي خسستها كلام من دا وبتاعك انت في هوليوود بس يعني خلاص انت بتكسبي حاجة وتخسري حاجة يعني فاهمني ازاي ما مقابل كده بصراحة الحمد لله شوز بتاعتي وكويس الحمد لله وفي حاجات خسستها في هوليوود خلاص تخسر احنا احكي فيها بعد شوي بس كيب في شي بعض السسنية عندك باسم انه انت عم بتحكي كيف خسرت شغل وهيك بس انت كساندوب كوميديان يعني ما لازم تخطع لهول المؤسسات الاعلامية اللي بيقولوا لك انه هيدا البروجيكت اذا انت ما بتحكي بطريقة اللي نحن من هيك تحكي فيها ما منعتيك البروجيكت انت عندك الشعبية معين عندك جمهور معين واذا ما بيمشي الحال بهوليوود بتسكر استاديوز بتسكر هذا انا مش تحت رحمة في استوديو يقرر اذا كنت اخد جزء من فيلم انا واحد بروح انا مفيش ميدلمان بني من الجمهور انا بروح الناس بتشتير تذكر بيك تشوفني شكرا بالاختان الفكرة كلها انت بقى مع الناس فساعتها انت مهماكش ما يهماكش بقى اتاخد ادوار في هوليوود متاخدش ادوار في المسلسطات وانه مجاتش بالنسبة لي مش حاجه مهم يعني مزان شو سوى تبقي سوبرمان كان في حكي انه غيره هو الرول طبعك او معته كله انا بحب جيمس جون انا بصراحة طلعت الفيديو ادافع عنه علشان انا ما كنتش عايز يتهاجم عليه بسببي لان انا بلده جوايا مش عايزة بانا الشخص اللي بيتشهز لسبب الغلط عارف انت الناس اللي بتتشهز او يبقى ويبقى ويبقى وبصوا خدوا مني الدور انا قلت له قلت له هل فوش في تلفون قلت له انت عملت مع الموضوع غلط انت عارف ان وغيرت الاسكريبت من غير ما تقولي لا لا فيلم سوبرمان انا اساسا لما عملت انا عملت بعدها بساعة قال لك جيمس جون عايزة الفيديو ما بتحصلش عملت بعدها الراجل كلمني بعدها بساعة دور شو شرير شرير انا شرير انا كنت واحد انك عربي لا انا عربي لا 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 بس هو بصراحة كان هو يعني حاولك حاجة انا حاول فيلم يلاك وسمه فاهمني زي انا اساسا كان الدوز المكتوب يعني اه كان مفروض لاول مرة سوبرمان هيبقى هيبقى جايبين بلد بياخذوا بلد تانية فسوبرمان بيتدخل وياخد الديكتاتور اللي هو انا ويبهدله فهي كانت ايه زي اسقاط على روسيا واوكرانيا بس هما خلوه واحد شكله مش روسيا واوكرانيا شكله ايه وانا قلت يا سيدي وانا كنت فاكر انه حيبقى دور واحد لقيت انه كان عندي خمس ستة مشاهر ودور وماشر مع سوبرمان وماشرت مع ليكس لوصة كان دور حلو يعني فروحت فانا كنت بقى دي سبيتش هو سامبل ما كانش للسكريبت فعملتها كده ايه عملتها ميكس كده ما بين حسن مبارك وترامب فعملت البتاعة وبعتها وانا بقى ايه مش ناس لقيت وانا في الموضوع قال لك بعدين بساعة ليش قال لك في البيزنس في هوليوود ده ده معانا انك خطت الدور ايه خلاص ايه مسكرة خلاص خطت الدور خلصت ايه تاني يوم حصل اللي هو ايه وكان لازم يعمل يختار كان لازم يعمل يختار كان لازم يعمل بتاع الكتاب والممثلين بتاع هوليوود فساعتها كان لازم يخلص ده قبل الاضرب لانه مش مسمح لهم يتكلموا مع مسلم فضل اضراب تلات اربعة اشر بعد الاضراب حصل وقت الاضراب ده خلد ده في اخر موضوع بيرز مورجن وبعدين سافدت استراليا لقيت الاجين بتاع بيكلمة قال لك بص انا كنت مستنيق لقيت لما تخلص استراليا بس انا عندي لي الخبر مش كويس قال لك انا سأل لك اه 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 قال لك انت دورك بقيتش موجود فطبعا زهلت جدا كلم ده في اكتوبر ولا في نوفمبر بلتلت يمزع لانه ما تكلمتش عن الموضوع خالص اتكلمت على الموضوع امت بقى في مارس في فبراير وتسرب الموضوع من حنا لا 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 هو كان لو اتسألت قالولي هل انت خسرت حاجة فقال قلت اه خسرت وكلمت قلت الموضوع مش فرق يعني فالموضوع ولع وداني هاجمت جيمس جن وجيمس جن نزل تويت وابتاع وكلمني وقال لي والله يا باسم ان لنت ما تعرفوش ان انا بعمل كاميرا تيستر كل الناس فانا في دماغي اتوز نوت اوفيشل قلت لبص يا جيمس انا بحبك بس انت عشايف كويس قوي ان شايف الجاو كيف ده مش بروفاشنل صح ولا قلت لانت عندك حق قلت لطريق اللي انت عملت لانت ما يصحش وانا ليه حق ان انا افتكر ان انا في سواب في ثلاثة اربعة تنين في خسر ادوار فقال لي لا انا ايه فانا ايه قلت لبص انا هاخد كلامك زي ما هو فطلعت فيديو وقلت يا سيدي انا مصدق وانا بالنسبة لي الموضوع مش فارق معي وانا سيدي انا 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 بش اجتميز مسال في الموضوع دي اه موضوع بيان هاك فدي برضو الفكرة الفكرة برضو ان انت ايه اا يعني انت انا ما اعرف الحاجات دي ايه الحمد لله يعني ان الواحد يبقى مستغني يعني انت عارف انا وانت واستاذ عليك قال لنا من الحوادث اللي حصلت ازاي ان انا كنت انا في اوطا اوطا كانت روك بوطم كنت اوطا لأوطا وكان بيجيلي فرص وكنت ممكن تاخدها مسيسة موجهة اه مسيسة موجهة بس لا بس انت مقابلت تتحارق بس انا فيك تتخيل سوري انا ما بدأ امدع فيك بس انا عايز حق اناش انا عايز حق اناش انا عايز حق اناش فهمت اهلا فهمت يوش قصت شي قصت انهم زي من احنا معنا نعشيك راح نبدأ فيك اه يعني انت شخص بركي ما عم بقدر يطلع اللي ما تعايشه وبعتقد كمان انت كنت بعدك جاي بالولد التاني انت بحاجة عادة لمصاري وحيال الله واحد بركي بحط المبادئ تبقوله عجنب كان اخد هيدا هيدا الفرصة اللي عمل بس انت قلت لا سيبك من الكلام الكبير انا هو فعلا كمن وقتها ان كنت ساكن في شقة صغيرة جدا في لوس انجلز كنت انا قصة وكن اربعة وكنت ساتل لسه بروح كوميدي كلابس بقى ولسه بتعلم وكنت ما كانش في فلوسه طبعا الاعلم العربي مقفول خلاص وامريكا لسه بحاول اه الناس اللي كانت بتبقى حاولنا بيجيب لنا تسكيل البرنامج بطالة ما بيضوش على الرسائل بتاعتي حد وبعدين في وسط الكلام ده بيجي لك بقى عروض ومن ناحيتين على فكرة يعني انت بابا قال لك حد النحية تانية كان بتعرض اوكي سو من الجهتين اه 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 يعني سواء ناس في الدول العربية او سواء في تركيا او سواء في لندن او سواء في المانيا او سواء في مصر او سواء بتاع كله كان بيعرض في حد رح يستهدف انه تعال اقول اللي انت عايزه بس اضرب لنا في الحتة دي انه تجعب تعال اضرب لنا اللي انت عايزه بس وجهها شوية اه اه اللي هو اتكلم عن اللي انت عايزه وشو شو شو بس اه 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 شوف لنا الدولة دي شوف لنا الفولندا شوف لنا البتاع ده اه اه وهم بقى شايفين فأقول لهم بص يا جماعة يعني انا انا قطلهم كده ما قطلهم انت لو قبلت على نفسك تبقى ورق الضغط بوكت تترمي على قرص ورق التفاوط وانا اساسا لما لقيت الموضوع داخل كده سيبت الموضوع وحطيته وراي لان انت انت بس مش بتاع نفسك انا قطلهم انا ما يدفعش انا 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 لما قلوا لي حتى مشيك على بعض وخد اللي انت عايزه ووقعد حتى شعرين وامشي كده يعني قطلهم انا اكسف ابعلكم منتج خسرا انتو بتشتيروا مني منتج وحش سيبكم بقى من المبادئ والوطنية والكرامة والكامل فقط انا بكلمكم انا واصل ما قلت له انا فاكر قلتنهم انا بكلمكم ازا بزنسمان اه بكلمكم بزنس سيبكم من الكلام اللي هو المبادئ والمضلية انا يا سيدي ما عمديش اخلاق انا ما عمديش مبادئ خلص انا واحد بتاع biznes انت واحد هتديني فلوس قد كده بس انت هتحرأ البريند بتاعي للابد ها ففاه Jac interests you مصدقيتك بتروحي اه بس خلاص انت فاهمني انت بتحرق البراند بتاعك وكمان انا حعمل حاجة قلتولهم الناس مش اخبية الناس هتفهم ان ده كلام موجه فانتوا هتشتروا منتج بايس فقالوا لي لا مش مشكلة الناس ما والله عزيم لوهايلي قالوا لي اه الناس اخبر مما تتخيل قلتوا لي ممكن الجمهور بتاعك وبس الجمهور بتاعنا لا فاهمني ازاي فانا الفكرة كلها ان انا مش يعني انا باقدر انا مش بعمل الكلام دوت علشان اتنطط على الناس بص المبادئ وبص انا بحايل بصك لا 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 انا واحد انا انا هو بقول لكم انا راجل بزنسمان انا راجل ما حبش ان انا اعمل حاجة وتطلع وحشة وده يرجع لتربيتي من انا صغير انا كنت واحد دحية دحاحك وده بقى ربا زاكر انا ام انا ازاي تطلع الاول على الفاصة تزاكر تجيب امتياز في كلية الطب انت تعمل حاجة ايش تعمل حاجة كويس انا انا تعمل برنامج مش عشان تكسب تكسب حالي وكل حاجة بس اعمل برنامج يتشاف تعمل برنامج يتفرج عليه في دار انت تحضره ايوة انت تحضره حتى لما انا كنت اعمل حتى ايام حتى بلان بيز دايت لما كنت بعمل الكلام دا انا كنت بعمل حاجات صحيح مش بتعمل ملايين وكله بس بعمل حاجات لو واحد مهتم بالصحة وبالكلام دا يحب يتفرج عليه انت مقتنع فيها انا اي فهي دي الفكرة انك تعمل حاجة تبقى الحمزة انا يعني معظم الحاجات انا مبسوط بيها يمكن كانت في حاجة كنت تتمنى تبقى احسن بس انت بتحاول بس انت تعمل حاجة علشان تكسب فلوس وتخسر حاجات كتيرة جدا اقصر قيمة من فلوس يعني شوف مثلا انا كنت قبلت الكلام دا وطلعت الوقت مش هبالك مصدقية شفت بس ثانيا قبل ما نكمل هالسردة مع باسم بنا نذكركم اذا بدكم تدعمونا او بدكم تسهموا بهالسردة بتروحوا وهناك بتلاقوا ثلاثة payment tiers فيكن سامو بخمسة دولار بسردة سوسايتي عشر دولار بسردة سكواد وخمسة وعشرين دولار بسردة سردة سركل هالي payment tiers بيخليكم تحصلوا على اصاص زيادة يعني الحلقة بالبقات exclusive content exclusive content البلوبرز فيكن كمان تشاركوا رأييكم بشو هن الموضيع اللي بدكم نحكي فيها من جا عبركم نشوفو وكتير اصاص كمان تاني يعني الكثير من أصاص اكسكوسيف وحلوة ومتل عادة يعني كمان اذا ما فيكن تساهموا بهالسردة فيكن تروحوا تعملوا لايك وسبسكرايب على المنصات هذا الشي كمان كتير بيساعد اذا ما ديان انتم ما فيكن تدعمونا تنذكركن الباتريون مش بس كمان نحنا همطلو مصاري منكم انتم عم بتأمنوا استقليلاتنا نحنا كسردة نحنا وفريق عما سدق معنا دول ورانا معنا دونرز كبار معنا عنا نحنا نبني معكم يعني انتم انت بتاعتي دسكليمر كمان قبل كل شو ما هيك قبل كل شو بستاند اوب كوميدي بتقول للعالم اللي اجت تحضرني من بعد مقابلة بيويس مورغن ما رح احكي عن الموضوع ما رح احكي عن الموضوع ليه بتاعتي هيدا الدسكليمر لان انا عايزهم يجوا يتفرجوا على كوميدي انتم سايبين بيتكم وتفرجوا على كوميدي انتم جايين تتفرجوا على قصة انا عملتها وقتابتي فيها بقى لي خمس سنين انا مش جاي هنا وقت عشان اخد فلوسكم علشان تريندينج مومنت ما عم تستغل او ما عم بتتاجر بالقضية انا عايزهم يجوا يتفرجوا على الشغل اللي عملتوا في الستاند اوب كوميدي بتاع اللي اعما ده خمس سنين اللي فاسوا عشوفوا نتيجة شغلي مش نتيجة تريند انت عمرك خمس سنين بستاند اوب كوميدي هلوى كتير يلا عملت هلا اه عشان كده وانا هقول لك حاجة لطيفة اوى على موضوع التايمينج انا في الاول ما كنتش كويس هلا واحد الانجليش بتاع وراجل انا بقى لي زي ما تقول لك ساينفلد عنده حاجة مشروع يقول لك الفصل اللي انت قضيتها في كوميدي هو عمرك فانا عمري خمس سنين انا طفل لسه ما عارفش حاجة لما شفنك من ثلاث سنين كنت صارلك اه كنت لسه كنت بس مرة مظبوط ففي الوقت ده ما كنتش كويس كنت بعافر وكنت بحاول وكنت تعرفي ازاي جار فاهمني ازاي ما كنتش كويس لو كان موضوع بيوز مورجن حصل من سنتين ثلاثة والناس جات الناس ما كنتش هتشوف ماتيريل كويس ما كنتش هتشوف بروفورمرس كويس انا ما كنتش مستعد يعني انا كنت انا بزعل وبداي ان ازاي لسه ان انا محتاج اكبر الكلام ده شوف لما الموضوع ده عرب كنت انا حطيت المجهود فبتقيت مستعد فالناس جاية بعد كده ربع ساعة بتنسى هي جاي علشان غزة ولا عشان جاي علشان عرض الكوميدي جاي علشان الفني ده علشان الستانداب كوميدي ده علشان تحس علشان تشوف حاجة بقيمة الفلوس اللي دفعتها في التذكارة وتنبسط هزا استانداب كوميدي شو بيه كنت عم تقول هديك ساعة واجعك ظاهرك لانه رايح جايه وعم تعمل شوز بالعربي وبالانجليزي وهنا عم تعمل تور تور طبعك هلا كل تور اللي جاي كله بالانجليش حتى بالعالم العربي اه اه يعني انا انا عندي لا انا محتاج ان انا اسبط رجلية في الفن لانه اصعب في الانجليزي اصعب الانجليزي كستانداب كوميدي ده لي اسهل وانا حاشي حشرح ليه اسهل العربي اوكي لكن انك تخش الفيلد اصعب لان الانجليزي فيه ساتشوليتت في كتير عام رهيب فا انت محتاج ان انت تعمل اكتر الانجليزي عشان تسبت رجلك في امريكا فاهمني او في المجال الانجليزي العربي اصعب تخيل بقى الانجليزي لغة موحدة بتوحد الناس كلها وبتعام نكلم نفس اللغة حتى بتاعتها نفس اللي حاجة ولغة بسيطة كمان هي حتى لو بس الناس كلها انا انا وحتى الناس الاجانب اللي جايين انا معيلا بطريقة بحس ان انت حتى لو في كده هو كله يفهم العربي مش كده انا بيجيلي ناس انا مش بيجيلي مصريين بس انا بيجي لي مغربة وجزيرين ولبيين وتوانسة ولبنانيين وسوريين وعراقيين وسعوديين ويمنيين وكل حاجة ومعنى زيتا 22 لهجة اللهجة المغربي غير اللهجة السعودي غير البتاقة انا بقى واحد بطلع عن مصري والناس كلها طبعا لص اللغة المصري كله فاهمها لا يا حبيب الناس فاهمها لغة المصري بتاع المسرسلات اللهم صلع النبي الاستاذ لجلباختك مركز اول نهاردة بس اللغة الشارع اللي هي لغة كل يوم لغة الكوميديا لا مش مفهومة وكمان الجيل الجديد اللي هو بقى له 20 سنة مزاي الجيل القديم اللي تربع لهم كالسوم في اللوقتي الاجيال الجديدة الشابة عندهم الكلتشر بتاعتهم عندهم الميديا بتاعتهم ما عادوش يتفرجوا مصطبطين بالاعلام المصري زي ما كان من 20-30 سنة فانت بتواجه انا بيجي لناس عندها 65-70 سنة وناس بيجي لناس عندها 20 سنة فانت ازاي بقى ناس كلها بكل الكلام ده تعمل شوء الناس كلها تفهموا تحذر مرعب مرعب فالمجهود العب بيخل مني مجهود ذهني ومجهود بدني في العرض أكتر من العرض الإنجليزي بكتير والموديعية اللي بتحكي عنهم أكيد ما خصون بعض العربي والإنجليزي العربي والإنجليزي ما لونش علاقة بعض مش ترجمة ده له قصة ده له قصة ده له نوكاد ده له التجاه ودولها تجاملوش علاقة بعض اتنين مختلفين عن بعض خلص وبتعف انه كنت عم تقول انا مش ترجمة بركة تحكي عن شو عم بيصير هلأ الكريميل ما تبين ان انت عم تركب ترين بس حياتك كلها يعني كانت مسيسة من الأول للآخر من أيام البرنامج من 2011 البرنامج مختلف ليه بقى لأن البرنامج ده 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 لي شو هو بيجلب لك بيجلب لك ايه الأخبار اللي حصلت الاسبوع ده ويتكلم عليها لكن الستاندب كوميدي مش كده الستاندب كوميدي بتحكي قصة بتحكي قصة كمان بحيث انك لو شتها النهاردة غيره زي ما تشوف تحكي خمس سنين انا بحكي قصتي بحكي بحكي الورجين ستوري بتاعتي كمان يادم كمان يادم مهاجر لساب الطب ولقى نفسه في الكوميديا ولقى نفسه في أمريكا وكلام ده قصة كده هو إنسانية طويلة صوري تيلين ونقطة وكلام من ده دي زيها زي المصرحية هل تفكر لو تروح برودوي انت روحت للمصرحي برودوي كلها هتشوف نفس العرض الستاندب كوميدي كده هو نفس العرض لغاية لما تبيعه يطلع على الناد فيس على ايش بيو وبعدين تقوم انت تشتعر على الساعة تانية لكن هو مش مش ترند يمكن أنا كمان عشان أنا جديد يمكن أنا مركز في الحاجة اللي أنا حافظها مش يمكن لسا بابني نفسي أنا لسا طفل خمس سنين عندي سؤال شو بتعتقد مع كير شري صار عم تقول انه بالمقابلات كان عندك نوع من كان في عالم يعدي معك عم بتعطيك وانت كنت عم تفكر بالطريقة اللي انت بدك تعطيها لبيرس مورغان أو غيره لسا عندك كوميدي هي قصة بتخبرها والعالم بتتعاطف معك لانه لانه عندك كتير حلوة تقدر تخبرها أنا كن بدأ اسألك من بعد لي صار سبع اكتوبر يعني صار فيك انت وبالمجتمع كيف بتعتقد شو هو اللي صار بعد سبع اكتوبر يعني كيف شفت الجمهور عم بيتعاطف أو عم بيتغير بعد احده السبع اكتوبر أنا شايف ان السبع اكتوبر دي قدت فرصة لناس كتيرة جدا انها تتساءل عن حاجات ما كدش بتتساءل عليها مثل مسلا كيف اللي بيحصل جوه اسرائيل الطريقة اللي بيتحكم فيها السياسة الامريكية الطريقة اللي هو التفرقة ما بين الصحيونية واليهودية الكلام ده هو ما كانش بيكلم محد ما كانش بيجي كان ماشي مدموجين لتنين اه وكان ناس كلاتي انا دلاتي شايف ان الناس بتتكلم اه ايه انتي سيميتزم دي ايه الصحيونية ايه ده يعني ايه شوه يعني يعني حتى ايه 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 طب الناس اللي هم المسيحيين اللي هم اللي بيقول عليهم طب طب ما تتحولوا ليه هودية يعني يعني معزولين طب هم اتشوزن ولاد كلبي مثلا فهيام ازاي اللي حتى بقى ايه اللي هو الخارة اللي كنا بنسمعه على مدى سنين والناس مكتش بتتكلم فالناس صحيح اللي احنا كنا بنسمع خارة وكنا ساكتين ففي دلوقتي سبع اكتوبر قد تفصل تعالى بقى لا ده ده انت قارح ومتجبر وظالم لا تعالى تعالى نشوف اللي بتعمله اسرائيل ونجيب بقى تاريخ اسرائيل من ايام اللي عملته من الخمسينات والاربعينات ففي دلوقتي كلام كبير جدا اختلف خالص على الموجود على ألف الدوارة الغربية من اللي انا شايفه هل ده بقى حيعمل قصة ولا بس اكيد فيه انفصال رهيب جدا ما بين الانفصال وبين الشارع صح فيه ناس دلوقتي شايف لا يتكلم ده حتة انك تتكلم على العلاقات الاسرائيل الامريكية ده كانت تبوه نتكلم اوبن ده مهم كيف عم تقول انه صار في صنطة منقولك كلوقتي انه لو العالم عجلت كانت نزلت على الشارع بس كانت نزلت مع اسرائيل بس اليوم خلس كل شي تغير كل شي تغير كانت عم تنزل عشارع بس كانت نزل مع فلسين هيدا بيفرج انه بالسلطة اللي كان عند اياها الاعلام التقليدي راحت خلس صارت العالم عم تطلق اكتر على تلفونات عم بتشوف اكتر سوشال ميدي تقدر تحصل على الحقيقة حكومية كمان اذا بتفكر فيها اليوم عم نرغب السوشال ميدي لانه حصل كبير جدا فبقت دلوقتي الجيل ده هوت مش جاي مش اندوكرينيت بالسين فبقت فهما كسبوا فهما ادوا يغيروا الكلام ده هوت وهو ده اللي علشان كده هم مرعبين علشان كده عايزين يشتروا فهم لون السوشال ميدي اتقلبت عليهم انت بس انت امريكيان اصال لك امريكيان من 2019 فيك تخبرنا انت مسلا كامريكيان هل عم تتفعى ضرائب هيك بتعرف شو عم بيصير بين اسرائيل وامريكا لا بص احنا حنكلم طبعا احنا انت ممكن تتنطط انت اللي تدع تعمل عليها انت تتكلم انت تقول انا انت مسك ومدفعتش ضرائب لل اي رأس هجيبك من الافاك فهيهمني زي فس الفكرة كلها ان انت تتكلم حتى لو ما تغيرش الموضوع في السنة سنتين دول يتغير الموضوع بعد عشر سنين بس تبتدي تتكلم الموضوع مش مجال ضرائب موضوع ان انت حتى الناس اللي انت بتنتخبهم ولاقهم مش للناخب ولاقهم لإسرائيل حاجة مرعبة او ولاقهم للن را اللي هما الناس بتوع الرايفل ناشل الرايفل الاسسلحة فانت لازم او انه هما ولاقهم لل فارماسوتيج او بتاع الاسلحة ففي مشكلة دي مشكلة الديمقراطية في امريكا انها اوليجاركي اكتر منها ديموكراسي معنى ان انت عندهم العملية الانتخابية لطيفة قوي لكن في الاخر اللي انت بتنتخبه ولا او مش ليك ولا اقول اللي بيمول حملته. فدي مشكلة كبيرة. ومشكلة صعبة ومشكلة عويصة وفيه وانت على قل تبقى انت في مكان لو بيقولك انت عندك تستخدم تتكلم على الاحوال ديت. انا مش هغيرها السنة دي. هتفع درايب برضو. والدرايب دي غالبا هتروح للمعاونات اللي بتروح لاسرائيل وبتروح لدول تانية كتير مش عايزة تروح لها. بس الحل ايه? ان انت تهاجر تسيب البلد تسكت ولا انت تحاول انت تتكلم وانت تغير حاجة حتى على مرة طويل. اه لما فنت انه كيف واحد بعتقد كونغرسمان زمان غلطان هو اه راح راحه اتنين من جريه. براين ماست ما اتكلمت عليه ما انا نزلت فيديو عليه. اه براين ماست. اه براين ماست. اه راجل ده هو فقط رجليل اتنين. وبعدين راح تطوع في ال اي دي اف في يوم 2015. ورجع وبيلبس اليونيفورم بتاع ال اي دي اف. انت بتلبس ده بتلبس يونيفورم بتاع دول اجنبية. بس انا حقول لك حاجة بص اسمع. الموضوع الموضوع ده. الموضوع اللي هو المسندة الرهيبة دي للأسف 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 اللي هو اساس ديني واساس ديني خطير جدا 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 جدا. المشكلة ليه في اكبر اكبر مسندة لإسرائيل مش من اليهود. اكبر مسندة للسرائيل هو امريكا هما الكريستين زاينس. جو بايدن. جو بايدن. لا جو بايدن جو بايدن ماش معه بس هو نفسه مش افنجيليك لانه هو ايريش كاثليك. انا اوكي. مش افنجيليك. انا عم بقول هيك لانه هو قال انه انا مسيحي وصيوني. لا لا هو زاينس بس مش كريستين زاينس. هو زاينس اللي واحده. زاينس يعني خلط. يعني فيه لبريل زاينس. اللي هما بايدن والناس دي كله. احس في تناقض با اي ده شيء انا واخد بالي انا وانا عارف. بس الكريستين زاينس في امريكا تعدادها تلتمية وتلاتين مليون. تمانين مليون منهم يعني ربعهم افنجيليك. واه. ربع الانتخابين. ودول الباكبون بتاع الحزب الجمهوري. اللي هو الجيو بي. اللي هو الاب. ودول الناس اللي هما بيتابعوا حاجة اسمها سكوفيلد بايبل. ده سير سكوفيلد ده راجل محامي. الراجل ده اصلا كان كان راجل اصلا يعني عنده جرائم وكلام وكتب البيبل تحت اوكسفورد يونيورسي برس. فخلص البيبل ده تقيمنا على 1903. البيبل ده فيه حاجات دخلت فيه وفيه مش موجودة في البيبل الاساسي. منها ان الدولة اللي تبقى تتعاقب من ربنا وكلام من ده. والحاجات دي هي اللي اتحطت فيها اساس فكر مساندة اسرائيل من الناحية المسيحية الانجلية. وبعد سبعة وستين حصل عملوا ايديتينج للبيبل لحاجات تانية ملهاش اي علاقة في البيبل بس علشان يبين كأنه هو البيبل تنبأ بانتصاد اسرائيل وان السكن والبناء المعبد وكلام من ده. فانا تخيل ان هو واحد من مئة سنة غير وحرف حاجات في البيبل. والناس دلوقتي بيتابعوا الناس اللي هما الـ Southern Baptist Church والEvangelicals وكلام من ده. الناس دي بتؤمن بحاجة اسمها الـ Rapture. او Second Coming of Jesus. هما شايفين ان معركة ارماجدن دي هتحصل معركة. هيصطلع المسيخ الدجال. المسيخ الدجال ده هو هتحصل معركة. وهما بالنسبة لهم يأجوج ومأجوج دي اللي هي الجيوش اللي جاية اللي هي روسيا وايران. وحينقابلوا في ارماجدن وحيبقى في سبعة سنين من المعاناة. وفي اخر السبعة سنين ده جيزيس هيجي من السماء ويجي بالسيف بتاعه ويقتل كل اعداء المسيح وبعينت اللي تعيش القضي في الف سنة. تطهر. اه. ده الفكر المسيحي. الفكر اليهودي هو شايف ان هما اصلاً مش بيعترفوا بالمسيح. هما مستنين لسا المسايا. المسايا. المسيح اليهودي حييجي. ولما ييجي حيبقى برضو اخر العالم. لكن ساعتها العالم كله حيبقى عبيد عند اليهود. فبالنسبة للمسيحيين. اليهودي اما هيكون المسيحية حيتقتله. وبالنسبة لليهود. ان حنستعبد عالم كله حننتصر. فالقريب ان هما الاتنين عندهم نفس بيبونهم نفس الحاجة. بس الهدف مختلف. يعني مختلف. يعني هو انت لو شفت الواحد زي جون هاجي. او جوجلهم. جون هاجي ده. اه رجل باستر. اه هو الاسس حاجة اسمها كريستين يونيتد فور اسرائيل. كل الخطوة بتاعته موجودة على اليوتيوب. كلها عبارة اسرائيل ساپورتنج اسرائيل. وانهم جيزيس كرايسس والديفيند اسرائيل وكلام من ده وبتاعه. وهما بالنسبة لهم هما بيكرهوا اليهود لكن يحبوا اسرائيل. هما شايفين ان اسرائيل دي هي عبارة عن كي فاكتر في اليوم الايامة لكن هما مش مهتمين باليهود. فهمت ازاي? حطوهم باسرائيل كله. اه اه اه. هما حطوهم في صليق وعشان كده هما عايزين يبقى في قوات امريكية. وهو حتى لما بيقول لك. فطبعا احنا نضرب ساويك ساوي. طبعا عشان احنا بخش في حاجات كتيرة جدا. في ناس لازم تفهم قوي ان تيودور هيرتسل لما كان عايز يعمل دولة اسرائيل. فلسطين كانت على البيلست. فلسطين ما كانتش اصلا. كان فيه ارجنتينا. كان فيه ارجنتينا. كان فيه يوغندا. كان فيه مدغشكر. والفكرة كلها لان كان فيه اه مقاومة جامدة جدا من الربايز من الحاخامات بتقولهم انها ما ينفعش. طيب بقى اسرائيل نعم بقى في دولة اسرائيل ضاعت لما يجي المسيح. اكزاكلي. فهم ام الناس بقى ام الساكل اللي زي قال لك لا. طب بص هو احنا بسعيح ما ينفعش. لكن احنا فهنا هنقوم جايبين اسرائيل والمسيح يجي. فهمت ازاي? زي بظبط يقول لك. زي بقول لك ايه? الهيلستون. طب بضمرة بقى ربنا مش هيبعت هيلستون. احنا نضرب سوريخنا وهو يا رايس. وهو بقى شيتاء ناوي نعمل ارماجدن. فتخيل بقى. النازل المنافقة المنافقين دول بقى لهم سنين يتضيقوا على التطرف العربي. والتطرف الاسلامي. والسكتيريانزم. والشيعة والسنة. ويشوشو. وهم اصلا كل السياسة الخارجية موجهة بطريقة دينية عشان اه تعمل اه تعمل اه نهاية العالم. طب فارق ايه عن ايزز ما? الفارق ايه عن ايزز اللي هم بيانتحروا بيعملوا قنابة الانتحرية وبيمهوتوا الناس عشان عشان ربنا يزد عليهم ويجيبهم ايه اللي فارق? مفيش فارق. بس اعم تحكي عن نهاية العالم. حكينا تحت الهواء وبالدقيق اذا فيك تحكي عن هذا الموضوع كمين. عن اه بقر جيبون من تاكسس حطوهم باسرائيل. الريد هافرز. الريد هافرز. اه. شو هوا الريد هافرز واللي هلقدي. هما هم مجزء بقى من اللي هي البروفيسيز بقى والمؤدية ان المفروض ان اللي هما يلاقوا خمس بقارات بيرفكت. اللي هو الخمس بقارات اللي هما الريد هافرز اللي هما كلهم حمر. ما فهمش ولا شعرة سودة. ولا شعرة بيضة. ما تحطش زي اه يعني ما تحطتش في الساقية وما يعني ما عملتش فلاقوا الخمس بقارات دول اخيرا. ما في انسان ده ارون بعدها. اه. يعني لا وفي الاخرة الخمسة في تكساس. وصرفوا نصف مليون دولار في انستيتيوت في تكساس موجود في اسرائيل. وصفروهم. بس المشكلة ان هما لازم يضحوا بينهم عندهم عمرهم تلات سنين. هما دلوقتي هما هيتموا تلات سنين في عشر ابريل في عيد الفطر اللي جاي كل سنة. هلو كتير. فالمهم ايه? المفروض بقى ان هما لما يتباحوا البقرة دي يقوموا واخدين يصفوا دمها ويحرقوها. والرماط بتاع جسمها يحطوه في المية والمية دي اليهودي اللي استحمى بيه يبقى طاهر. فلما يبقى طاهر يقدر يخش المعبد. والمعبد ده هاي فين? فالمفروض المعبد المفروض بقى ايه? اللي هو ما فيش اصلا اي ان هو تحت المسجد الاقصى. بس هما عم فالفكرة كلها ان هو اه مش فاكت دازن ماتر خلاص. فالفكرة كلها فانت المشكلة بقى انت عندك انت حبت ناس مجانين. خدت بالك سيئين اسرائيل وامريكا. وفي انا في فيلم على اليوتيوب انا تمنى الناس اللي بتتفضل عليها تتفضل عليها اسمه براين فور ارماجدن. ووه اوكي. ما نحب باللقم. هات الليك بالدسكريبشن اكي. براين فور ارماجدن. هو اعتقد فيلم نرويجي طلع في اكتوبر اللي فات وموجود دلوقتي على شبكة الجزير. مش ممكن. ده بيقولك ان الفكر اللي هو الانجيلي دي الظاهريني ده موجود جوه الجيش الامريكان. ده عندهم ناس اساوسة بيكلموا على ناس ناس باليونيفورم وبيكلموا على نهاية العالم. حاجة في منتهى الرعب يعني. طفل اللي رحظته كمان بس انه بالمقابرات اللي انت عم تعملها اكيد صار خلاص صار عندك تاريخ وصار عندك هول السانباتس اللي حلوين. اه لحلو انه عم تستعمل انت التاريخ الصهيني ضدهم. يعني كمان امار بتاعت عنصريين فاشيين. وبتقول من مين اولاك جيين من الحماس او من او اللي قاله بن جوريين. خلت بالك اللي قاله بن جوريين. انا لو كنت انا ضجل سعيم عربي عمري ما 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 سدق اسرائيل عمري ما ما سدق اسرائي صاري. لا انا حلو احنا كمان الفين واربعتاشر جدعون ليفي ضجل اللي هو صحفي فخارتس. اعمل حوار مع ايهود باراك. سأل ايهود باراك. قالك لو انت اسولادت فلسطيني. كنت اعمل لقلك كنت انضم جماعة ارهابية وحارب اسرائيل. اه. ههمني زي? دوكمنتد يعني. اه لا فعلا. اه الفكرة كلها زي. انت عارف لما بيقولك اعرف عدوك احنا مش عارفين عدونا. احنا مجرد عملين نتكلم ونلف في نفس المناقشات العاطفية اللي بلا بتودي ولا بتجيب والليه كلها جات عانترية وحنجورية وبنزعق. فالفكرة كلها انت لازم لازم انت فهم تتكلم عليه. علشان ما يبقاش شكلك واحد عاطفي ومش فهم حالك. كمان في طارية انت معيني حكيت فيها باسم يعني في في قواتس من يوتيوب داريون هيكي number one most voted comments. انه يقولوا it is very unfortunate that a person is forced to ridicule his sadness and tragedy just to show the truth to the world. يعني شي مؤسف انه الانسان صار متطار يتمسخر على زعل وعلم سيبته كما يقدر الفرجة للعالم الحية. وانت لما كنت عم بتحكي عم بيسو على كل مؤابرات التانية عم تستعمل وجهك وهذا شيء ما كان موجود. لا الله ما كانتش في وجهة عن كتبة. كنت موجود. لا يا 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 كمان اي دي الدراما دي. ما تزودوش في الموضوع اوي. كومنت على يوتيوب هيدا مش نحنا. هذا كومنت على يوتيوب. اخدوا الامور بطريقة بسيطة. ما تزودهاش اوي. بسادة the most like comment on يوتيوب عايد الفيديو. ايموشنل اوي ايموشنل ايموشنل. بس ليه انت بتاعت اد للعالم هالقدي بتصدق الكوميديانز ما بتصدق يعني. ما بتاعته هالقدي ايه في one of the comments. we live in a world where comedians make more sense than politicians. هيدا مننا هايبر بلي. عشان انا بدحكك. عشان شو? انا بدحكك. انا بدحكك. انا بدحكك انا اخو منك اللي انا عايزه. انا لو بسطتك انت تنبسل. مزاك. افيونة. البوليتيشن عايز منك حاجة. البوليتيشن عايزين منك صوتك ما يتحكي عليك. بس الكوميديان مش عايز منك حاجة. هو بياخد فلوسك بس بدحك. انت بتدفع لمزاك. زي بزبط لعب الكور. يعني دايما انا بستخدم الكلام ده كتير. يعني الناس كتير جايبي يقولك اه لاعبت الكورة. والممسين بياخدوا فلوس قد كده كده. ايوه. اهلا. لان البني ادم بيدفع لمزاكه. انا لما بروح هدفع الدكتور فيزيتها ممكن افصل معي. ممكن اهاجل افاوض معي قص كتير اوه الدكتور والعملية واس. لكن انت تروح تستير تي شيرت لمايكل جوردن تدفع سبعين دولار وانت زاكت. ما تفكر مرتين. مظبوط. اه ما تفكر مرتين. تدفع تسكانت ليفر بول و تشيلسي. ما تداشت بتاع. تدفع ما فيش. مزاج. مزاج. البني ادم طول عمره يدفع اللي عنده للمزاج. يعني انت ممكن تفاصل او تتفاوض مع اللي بيبيع لك خضار. اكله شرب محتاجه. بس ما تتفاوضش مع الديلر اللي بيبيع لك مخدرات. البني ادم طول عمره عبد المزاجه. فانت لما بدحكك باخد منك اللي. فانا بدحكك بسمعين. لانا مش جاي عديك. انا جاي عبسطك. مش بس. دليفري طبعك عن الموضوع وعن القضية وهيك نو غير. بتحكي حكي الناس. بفتكر هيدا. ما الكوميديا جاية من عندنا وعشان كلا الناس بتترك على حاجات اللي بتلمس حياتها وتلمس تلمسها اكتر. بس في ناس منهم سياسيين وهيكي. حكيوا كارثة كانوا. جوردان بيترسون او بن شابيرو او كلهو لي. منهم سياسيين. بس يلي الحكي تابعون كان كارثة. منهم مبني عشي انت هيدا الحلو فيه. دول الناس ويت بريفليجد. يا. او طولوا عنهم عشي في البابل. وهما دايما عندهم الفكر بتاعهم ده هو انشالنجد. فهما لقوا نفسهم عشان كده بيز مورجن كاسكس رجع والله لما لقوا الهجوم عليه. فعني ما كانش مصدق. لان هو شاف ان العرب كلها بتتبعو وهم كانوا مبسوطين علشان اللي بيشتمها في الناس المعينة وبتاعه فهم لما لقوا رأوا يعمل كده قلبوا عليه. بتعرف يعني انا 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 افكر هلأ ما احكيش انت انا بتتبعو ازا في كمية تحكينا عن التور طبعك اللي هتعمله. ام بس مسيرتك اعرف ازا فينا تسميها مسيرتك مهنية. مسيرت الشعب. اه مش هذا الشعب العامل. المسيرة. المسيرة. بس كمية مسيرة دي الله. اه يا ريبي شعب. اه يا ريبي شعب. بس ما مسيرة الرئيس. كنتع بسهله. كنتع بسهله قبل ما تجل. كيف بيقوله كاريير أو كارير. مسيرة المهنية. فيها كنت تعظم شوية الأمور. بس انت لك. يمكن ان نسألك شو علاقتك مع الريسك لانو انت. اجان. رحت من اشهر الاشخاص او الشخصيات البارزة بمصر وبالعالم العربي. رحت على امريكا. اه ما معك لقيمة عايشك. عم بتروح على كلبز. عم بتحكي بلغة تانية. اه امرار تنجح امرار ما تنجح. يعني هذا الشي بيخليك تتواضع بشكل مخيف. اه طبع. اه لا. اه شوف انا عمري ما كنت انا. الشهرة جات لي بصرح وانا ما كنتش قابلها اوش. يعني انا انا كنت تفاكر الناس كانت حاولية تقولي انت ليه ما مش مبسوط. طلوع ما انا بش حاس ان ده حقيقي. ليه الناس عايز تصور معي. عشان عملت فيديو وعمل مشاهدات. انا مش حاسس ان انا اه انا دايما كنت الطالعة الرهيبة اللي طالعت في الاول ايام البرنامج. وطالعة التانية دلوقت اللي هي بتاعت بيز مورجن. طالعتين زي صواريخ. كده. مش مش طبيعي. فانت دايما انا حاس ايه اه اللي بتبقى كده كده فتحس انت ايه عالف انت اللي بياخد عمارة يبنيها بسرعة تلاتين دور. بس الاساس مش مهاوي. انا في المخي انا على عمري دخلت تمثيل ولا كنت انا كنت انا طلع عمري مثلا في تمثيل مدرسة. ولا طلع عمري كنت انا بقى لف على ولا كنت عمري با كتب وعمدي احلام. عملت فيديو ضرب وبعين لقيت نفس بعمل برنامج تليزيون وتعلمت من الاول وجديد اعمل برنامج ازاي. واربين بالمية من المصريين عم بيحددوك. بس انا ما عنديش كتالوج لان انا بلده خمس سنين مش كتير. كناك ان انت اتبيع مسارح وكلام من ده. فانا بالنسبالي دايما عندي احساس ان انا مش مستحق لكلام ده. وانا عارف الناس بتقول بس انا بقول الناس انا عندي حق يبعندي او متلازمة المداعي. لان انا ما مش حاسس ان انا عملت الشغل او قضيت الوقت الكافي. اللي بيوصل اللي انا بوصله دلوقتي اللي هو اللي بيبيع عنده طول في اوروبا وكلام من ده وبتاع. يكون في اعمل شغل خمساتاش عشرين سنة. على اقل. وفي ناس اما انا خمساتاش عشرين سنة ما عملتش كده. فكون ان انا تتعمل خمس سنين تحسس ان انا فيها غلط. تحسس نعم ان ايه ان انت وعشين ان عندك الاحساس ده. انت السترس عندك بيبع علي ان انت في مخك كل اي غلطة هتعملها. او اي حاجة مش تنفع حباوز الكريب بتاعك وتنتهي للابد. اه. انا مش متأسس. انا جواي حاس ان انا مش متأسس. انا جواي مش متأسس. انا جواي مش متأسس. انا جواي مش متأسس. حتى ازل خمسة سنين اطمال تعتبر خمسة سنين كفية كلمة تقدر تعمل هول التورز يعني. لا 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 ولا عشرة سنين تهنتقل. الناس دي من المية فلستاندوب كوميدي من عانية عندها عشرين سنة. انا واحد تريدت وعندي خمسة واربعين. اعلمني? فانا مش حاسس ان انا اه عملت الشغل اللي يستحق الكلام ده. يعني انا حتى اه موضوع ان انا اطلع مع ماس جبراني وكلام ده الناس كان لها تقول لك انت اللي بيبيع تزاكر اقترب. لأ بس هو الراجل ده اه ده مني وفي سنيورتي. انا احترم سنيورتي. اه. احترم سنيورتي. انا واحد طب طب بنزامنا سنيورتي is everything. اوكي. هتقول لك انت بنائب تحترم بمداز المساعدة بمداز المساعدة. نظام جيش. انا بالنسبة لي احترم اول الناس الاكتر مني بتاع. واانت ما تتغرج بحاجة بترندي. عشان تتريند النهار ده بو كانت مش موجود. شو عليتك مساهم مع الريسك يعني كيف انت مع كل شي اللي اطاعته كنت عم ترجع كل يوم عم تروح على على عم عم تشتغل عم تشتغل شو كان الحافز تبع. في في ما قال بالجارديون كنت عم بتقول في انه اطاعت من نومبر وان ستار ببلدك لا نوبادي. نوبادي اه. اه. لكن هي صعبة جدا على على جهاز العصبي يعني ان انا اتقبل الكلام ده هو بس اول حاجة انا كنت مفكر طب يعني ايه الاختيار التاني? عمل ايه? ارجع طب انا محبهاش. وانا كنت عايز افضل اعافز وانا في مخي ان انا عمري ما حوصل للنجومية اللي في مصر انا ميت بيس ودات. يعني انا خلاص انا قبلت انها انا خلاص خدت مي جلوري في مصر وهي امريكا انا عايز انا ايه ميد ليفل كوميديان لطيف جدا زي الفول. مبسوط. مش عايز رواء. ام. وانا كنت وصلت للمحلة ده تستاني اللي فاتت قبل اه قبل موضوع بيز مورجن وكده. قلت بالك اصلا اطبسحت اصلا. المية اللي بتطبق فيها بصراحة مختلفة بصراحة. يعني يعني طبيخك بقولك تحسن خلص يعني. ما يمصلي اه 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 فهمني. فام. فام. كنت مبسوط انه خلاص انت قبل موضوع قبل سبعة اطوبة كنت مبسوط جدا. كان عندي. ايه شفنيك من تلات سنية. اه كان عندي عندي انا عملت اوروبا السنة اللي فاتت وعملت التورب بتاريت المسالح تكبر شوية. فلما لما جاء فانا عامية خلاص انا كويس او انا مش محتاج ان انا بقى ايه. الناس تقول لي فين باسم وبقى خلاص انا انا حصلت الجداع وراي وانا عايش هنا. فلما جاءت الموضوع دهوت وطلعت تاني فقلت انا شوفت انا شوفت الفيلم انا شوية بتعرف. لا 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 شكرا يا باشر شكرا بتاع. فانا انا مبسوط كل حاجة بس لا اتعاول على الشهرة ولا اتعاول على النجاح السريع ده ولا اتعاول على اي حاجة. وتعرف ان هي ممكن تتدخل منك في ايه اللحصة. شو وقته بالسبايك التاني من ورا بيريس مورغان. انا بحاول انا استمتع بالحياتي اكتر. اوكا. حاول انا مبقاش استرس تاوي. حاول انا ما بطلش اخلي مخي يخش في دوايا المفرغة. ان يلاهوي الموضوع هيبوض يلاهوي انا طب ايه انا حاول انا انا بقى مو ريلاكست. مو ريلاكست. مو ريلاكست. مو ريلاكست. مو انجوي اكتر. كده يعني. ودي الحظ بيلعب دور بالنجاح. بالنسبة لي انا مية في المية. مية في المية. اه طبعا. انا اكتر واحد معصوص في الدين. انا لا. اصلا انت الناس اللي بتقولي ايه نصائحة كده انا ما فيه هنديش نصائحة. كله حظ. انا لو كتبت السكريبت بتاع حياتي ده انا عملي ما حاجبه. بس كده. في خمسين الف واحد تانية اكتر مني. ايه بس ما بيطلع للفرصة. ما هني بيقولوا شو نجاح لما الشغل بيلتقي مع الفرصة. بس الفكرة مش كده. انت ممكن تقولي اصلا انت دمك خفيف. في ناس اكتر ناس تانية دمك خفيف مني. اصلا انت بتشتغل في ناس بتشغل اكتر مني. اصلا في ناس عندك قبول في ناس عندها قبول اكتر مني. ما فيش اي تفسير لوجيكل اللي انا فيه. ما فيش. بحاول. واه. جيب لي اي حاجة احا جيبلك الاحسن مني. اصلاك موهوب في ناس موهوب اكتر مني. دمك خفيف ناس احسن مني. بتشلط ناس بتشغل اكتر مني. ما فيش اي سبب واضح. ولا مقبول ان انا ابقانا محظوظ الحظ ده. شو ما فينا نسألك وان شايف حالك بعد خمس سنين. ما فينا نعرف يعني. بس ايه؟ هاي ده التفكير انه انا كتير محظوظ وصار لي صار وفي عنا بتشتغل اكتر مني. يعني كيف بتخليك تعيش حياتك انه هاي ده الفلسفة انه anything goes anything is random. يعني كيف بتشير فلسفتك بالحياة؟ فلسفتي؟ اه. ازا فيه فلسفة؟ ولا انا عم بتفلسفة بس عليك. والله الله انا حاسنك في الموضوع مش محتاج فلسفة والله يا مهي. بس والله ايه فلسفتك بالحياة؟ انا معرفش. انا معرفش كتبت فلسفتي فيه. الموضوع مش عايز فلسفة يا رئيس. survive. 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 be kind. واتحاول ان انت ايه؟ ما تزعلش الناس اللي حواليك. بس هو ده اللي بيبطل. ان انت be kind الناس اللي حواليك. انت نبصه الناس في الاخر تبقى عندها تبقى انت يعني شهرتك مش مهمة. والنجاحك مش مهم. المهم طريقتك ومعاملتك مع الناس اللي حواليك. هو ده اللي بيفطل. مع كل شي اللي عم يصير انت لحدلك عن المقابلات. حتى مع مع عالم بارك انت مبتتفق معه. كم تحكي عن عن قضية فلسطين ما هيك. يعني ما حتوقف لحديث ما بارك شي ايجابي يصير. اصلا ايه انا 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 مقدش هتجنبه. يعني دلوقتي انا عندي طالع دلوقتي جولة في اوروبا. فعندي جزء من شغله انه هو يحطني مع البودكاست الفلاني. انا جاي اتكلم على الشو بتاعي. هو اللي بفتح الموضوع السرائي. ما خاصلك. اعمل ايه? انا مش باخدش يا جماعة انا عايز اتكلم على الفلسطين. انا بقولش كده. انا واحد بجاي بقى يبروموت الشو بتاعي زي اي كوميديون بيطلع في برانامي. يا جماعة بسم يوزيف is in town. is having a show in london. مش عالف ستة ابريل. اللي هو البروموشن عادي يقول لنا على الحاجات اتكلم. فالموضوع ده بياخد بالضبط اول تلاتين ثانية وباقي البتاع بقى السرائيل وفلسطين. طب انا فانا لازم ارود. فانا انا بقى انا رايح مستعد لكده. لكن انا مش رايح عايز كده. لكن في نفس الوقت فرصة لكده. شاهمني ازاي? اكيد. بس انا برضو اخل لك حاجة برضو. هو في جزء تاني انا ليه بتكلم على الموضوع ده. بقيت بقى عن الفلسطين. انا بتكلم عن موضوع ده يبقى عندهم ولاقهم لدولة تانية غير امريكا. ليه هم ليه دولة احنا اللي بنديها معونات زي السرائيل تتحكم في الانتخابات بتاعتي. انا بقى دلوقتي بكلمك كواحد يعني موضوع ده امريكاني. وليه اصلا بل اه ليه دلوقتي بقى فيه كلام دلوقتي ان الكفاية الفلسطينية وكلام ده بقى ارهاب او لو انت برو بقيت ارهابي طب انا بنتي حتكبر وحتروح جمع. ارفت بنتي بيت اكتفست. وطلعت في محظرات في مظاهرات. طيبت عليها بلطومة الارهاب. فانت بتعمل الكلام ده هو علشان بطريقة انانية بحتة. تأمن حياتك في امريكا اللي بتفسدها دولة زي اسرائيل. انت كنت فاكر ان اسرائيل هي بتفسد بتفسد حياتي الفلسطينيين بس بتفسد حياتي الامريكان كمان. وبتفسد امريكا. دولة مفسدة. فانت لازم يعني لو تقرأ تتكلم تتكلم. على الان انا في مكان قادر اتكلم فيه دلوقتي. عم بتقول انه انت بنتك عم تكبر بامريكا وراح تروح على الجامعة. وعم بتقول انه اسرائيل مش بس عم تفرض كل شيء على فلسطين. ومسيطرة. بس كمان عامريكا. اه. وشيء مرعي. هادا الشغلة ما كتير نحكي فيها. في حاجة اسمها ايباك طبعا كلنا عالفين واحد وعشرين. ايباك قبل الفين واحد وعشرين. تمويلة الانتخابات الامريكية. بس قبل الفين واحد وعشرين ما كانتش بتمول الناخبين. او المرشحين. كانت بتشتغل مع الناس اللي هما في الكونجرس. لكن بعد الفين واحد وعشرين بقت اكتف اللي بتدفع فلوس علشان تمويل حملات الانتخابية. وهما يعني مفتخرين على بتاعهم ان هما سبعة وعسين في المائة من الناخبين اللي مولوهم نجح في الانتخابات. منهم ناس هما مولوهم ضد ناس يهود. عشان هما ضد سياسات اسرائيل ايه? فانت دلوقتي لما انت بيبقى انت عندك ناس. اه في واحد اسمه اعتقد ديفيد اه 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 حاجة ده كان رجل يهودي من ورات ميتشو جان خص الانتخابات. وكان يهودي بس كان ضد اسرائيل. ايباك مولت المنافس بتاعه اربعة مليون دولار. وخسرته. والسنة دي دي بلج ميت مليون دولار لكل. عشان يمولوا ناخبين ضد كل الكنديدس. ايباك هي ناقم خمستاشر في اللوبيز اللي بتدعم المرشح. ناقم خمستاشر. الاربعتاشر اللي بيها كلها دوماستك اه اه. دوماستك ما لا. فانت فانت لا انا 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 جيت ايب انا سيبت العالم العربي. عشان ناجي دولة الديموقراطيلة في العالم. عشان نلاقي نفسي بتحكم بتحكم من تل ابيب. يعني يا حقيقي. يعني. في 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 اشياركي ما جابت اسألك. يا انت انت زكرت كيف اكبر انت سميت اه هن اسرائيلية. فيك تحكي اكثر عن هذا الموضوع? ليه اكبر معادنة السيمية هن اسرائيل? لا انا بقول ان اسرائيل هي اكتر دولة في العالم بتسبب المعادلة السامية. من اي ناحية? لانه هم ممارساتهم هم دلوقتي ايه بيستخبوا على حاجتين بيستخبوا على الدين اليهودي وبيدوروا على الهولوكوست. زي بالضبط كده ايسيس لو الداعش قالت لك احنا مسلمين فانت كمسلم ما تطلطت معهم. فهو بسبب ايسيس ان نسكرة المسلمين صح. بسبب القاعدة ان نسكرة المسلمين صح. بسبب نسكرة اليهود. اكيد ما انت اذا انتك عندك كيان غاصب متل اسرائيل. وعلى العالم طبعا في نجمة ديفيد اكيد انت حتكون انت سامة. وهو منزق نفسه في الناس ديت. وحتى الناس اليهودي اللي يقولون لأ يا جماعة من يجيب لا يمثلون. نوت ماينام. نوت ماينام. نوت ماينام. نوت ماينام. نوت ماينام. يقول عليهم ايه? سيلف هيتينج جوز. متل المصابي جون ستويت. اه او بيرني ساندرز. اه 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 الناس ناس كثير جدا. الاسرائيل لو انت مش يهودي اتبنت انت سامة. او انت يهودي اتبنت سيلف هيتينج جوز. تطيف اوك. نحن نحن تحت الهواء انه الديان اي تست ممنوع باسرائيل. اه ديان اي تست ممنوع لان هما اصلا العادلين فحيارفوا ان هو اشكناس الجوز. اصلا الناس جديد انهم مش سامة اصلا. هما اساسا بيستخدموا علينا اليوجينيكس. اللي هي استخدمه ضدهم ايام الناتسي. اللي هي جونيجينيكس اللي هي عايزين تو انجيكت سامة بلد في البابيليشن. كيف شو صار فا شقا فا شقا كيف خطفوه? في سنة الفمائل خمسين لما كان فيه هجرات بقى من اليهود بتاع كان فيه يهود يمنيين جم من اليمن على اسرائيل. فكان في حاجة اسمها كده ايه اه كانت اه كانت اه كانت اه كانت اه كانت ترانسيشن كامس. خدوا العيال الزغيرة من اليهود اليمنيين. وقالوا لهم ماتوا. ويدوا العيال دول لعائلات يهودية بيضاء اشكيناس. بس اي كندا عملت كده خيارت ايام خيارت عياله وقالت برضو انهم ماتوا ودخلوهم مدازخة داخلية وعلموهم وغيروا بتاعتهم عشان يطلعوا بيض ما انا بقول لك انا هقول لك انا اسمع انت لما تتكلم على الوكالات الاعلامية الخربية تعرف ان انت مفيش بطحة على دمائنك هما دايما يكلموك في الارهاب تعالي لي الارهاب انا اقول لك الارهاب اللي انت تتعمله عنصرية تعالي كلمك عنصرية الدين بتاعك مش عافية تكلمهم على اللي بيحصل في البيضون مش متطرفين دينيين عشان كده انت لازم لما تتبقى عارف الكلام ده وتبقى عارف تاخد الكلام ده هو انت مالي مركزك ومالي نفسك وما تخليهمش يابتازوك وما تخليهمش ان هم يتنططوا عليه يقول لك ان احسن منك تعالوا تعال انا اجيب لك تاريخك من اول لك لاخرض انا اجيب لك تاريخ العنصرية في الارهاب يا انا اراه تاريخ العنصرية بيضة وكلام الإنت مش رقب تنطط عليه فهي دي الفكرة انت لما تسلح نفسك بالعلم وبالمعرفة محدش يدر يزنوك طبعا نو كمان يعني انت بتستعمل اه وجعهم يعني بتتعطف معهم بتقول لهم بعرف شو صار بسبعة اكتوبر اه بعرف شو صار بالهولوكاست كما تقدر يكون في ارض مشتركة تقدر تحكي معهم وانا مش بمثل انا فعلا انا شايف ان انا مش مصلحتي خالص اصلا ولا ولا من الصح ان انا اشكر في الهولوكاست لانه الهولوكاست دي جريمة جريمة متكاملة بس ما تستخدمش الهولوكاست دي علشان تعمل لها ناس الموضوع انا مش اغلاطي اغلاطك اه انت نامي تسعم علي بلوكاست دي جريمة عادة هو بيقول انه بيفتكري انه وصلنا على اخر البودكاست من 3 سنين سألنيك سؤال نحنا ننهي اسألني ايه اولاك اذا في امن بلشنا بلشنا هيدا السؤال بوقتا ما بتزاكل بس احنا سألك ايه بقى هاي في امل في ايه هاي مرشي كتير مرشي كتير ما اعلم شو يعرف هاي خبت بالك ازاي انت يبقى عندك امل كل يوم ان انت تصح فيه وتو سيرفايف وتبقى كويس لناس اللي حاولي تفضل بقى الامل بقى هيحصل ايه اللي عالم بكر ممكن ينتهي بضربة جزوار الرجل مجنون يضربنا نووي بيجي انا عنا مهدي المنتظر ده احنا احنا قاعدين على فوهة بركان فاتي جاية تقولي لي في امل في امل نعيش اصلا اعرفش بس انت عمد فيك اليوم كرميل شو ليه عمد فيك اليوم كرميل العائلة عشان عالس انبسط يعني اذا كنت احنا متجهين الى الهوية على اقل نتجي الها ونحن نضحك يعني يعني هنموت وكمان مكتئبين هنكون مبسوطين احنا شيء واحد يموت هو عم يضحك باسم كانت سرد بتعقد للاشخاص بدا تعرف التورس تابعو لك الديتس وين بتلاقيك دايما كل حاجة موجودة طبعا الانستجرام باسم سهل الويبسار بتاعلي باسم دوت اكس واي زي مش دوت كوم باسم يوسف دوت اكس واي زي انا عندي الناس اللي عارضوا بالانجليزي ستاشر مدينة خمسة وعشر عرض في تلاتين يوم كله كل البيس محطوطين على الانستجرام لندن بريمينجهام دابلين مانشستر باريس زيوريخ ستوكولم أوزلو كوبينهاجن روتردام أمستردام أنتورب زيوريخ زيوريخ ميونيخ هامبورغ برلين اعتقد ان اقولتهم كلهم مالمو مالمو نوتاه هالأول مونا بتعمل هيكتور هالأول سنة اللي فاتت بس عملت عشر مدن فاشين يوم الموادي عمل ستتاشر خمسة وعشر عرض يعني خمسة وعشر عرض هي عم بتزيد أولي شور الأول السنة اللي فاتت نفس الوقت ده رحت لبرلين في عندهم مصر راجلس مولتين بودروم في قاعة زايرة وقاعة كبيرة أنا عملت قاعة زايرة بيتين وثمانين كورسي القاعة الكبيرة كان قابليها بإزمو عمل فيها تلات تلاف في السنة دي أنا واخد تلات تلاف مبروك 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 عمان فاهمني في حاجات كتير جدا الواحد مبسوط لي وطبعا بقى النسبة للعالم العربي أنا جاي جاي حامل مسقط عمان الكويت احتمال لبنان واحتمال البحر لسا مش متأكدين نظمين عجبا على حسب المصارد فبالانجلش أنا ومسجد هتبقى ضابل هاد هتبقى هتبقى مبروك مبروك لا يمكنك مبروك مبروك من المبسوط لديك شكرا لكل شيئا عم تضحكنا عم تسأفنا عم تفشلنا حبيو ربنا خليك نسألو دائماً أجي معاكم وإن شاء الله يعشوكم بعد ثلاث سنين وما نعرف شو رح نحكي ما نعرف كلهم في فياجهم شكرا برس شكرا شكرا سوفصلنا على آخر البودكاست مبروك مبروك أول شيء إن شاء الله تبسطته وتاني شيء إذا جاء بركن تشتروا مرشندايزينج أو تلبسوا تيشيرت مثل ما يلي لبسوا معين بتروحوا سادافتادينو.com وبتلاقيوا تيشيرتات وهودييات بنلبسوا لما بيكون في إيسي كتير قوي ونحنا كمي أعطينا اثنين تيشيرتات لباسم أعطيناهم XL وأنا هلأ لبس XL كنت لبس XXL بس طعفان وغير النومونيا فإذا كنت تكون يمكنك تحصل على تيشيرتات مش بس تيشيرتات وهوديز ومبروك وطوتباك بيجي مع كل شيء طوتباك بباليش سادافتادينو.com شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر